إن أنا جيت في مرحلة ما قدرتش أتأمتنع عن التفكير في المسلمات بتاعتنا دي فبمجرد التفكير بمجرد ما تسمح لنفسك بالتفكير في المسلمات ديت بتلاقيها كده حرفيا ليست أكثر من ما هيش حاجة لا محتاجة لتفكيك ولا تحليل ولا حاجة معقدة ولا حاجة حاجة في اللهابل منه يعني حاجة في اللهابل منه عشنا معها عشان إن إحنا مرعوبين مرعوبين من إن إحنا نفكر فيها خايفين جدا لإنك أنت تلقن طول عمرك إن الإنسان الكافر ده والملحد ده عوزه بالله يا جاتا عوزه بالله عوزه بالله وبعدين ده ربنا سبحانه وتعالى هيعمله شورمة يوم الهيامة يحطه في يفرمه سبحانه وتعالى وينشره ويخوزأه ويعمل حاجات غريبة جدا حاجة مرعوبة يعني فيلم رعب وبعد كده يشويه ويشوحه وبعد كده يلم كل الكلام ده تاني ويرجعه وبعدين يبدأ يشتغل تاني سبحانه وتعالى أبد الأبدين رع لا 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 أنت أصلا سيكولوجيا أنت بتبعد بتبعد حط ما بينك ومين التفكير مسافة مسافات يعني مش بتوقف على حفة التفكير وتقول لا أفكر ما فكرش لا ده أنت بتحتفظ بمنطقة عازلة ما بينك ومين التفكير علشان خاطر إيه علشان خاطر ما الفيلم ده أنا لا يعام برا عني الكلام ده لا علشان هو أصلا من إيمانك أنه أنت ما تفكرش بحاجة دي يعني هو المفروض من إيمانك لا أنت سيكولوجيا مش قادر تفكر فيه خايف مرعوب لما بتيجي التفكير مخك لأن مخك عايز يشتغل برضو ما مخك ده ما أنت عندك فضول الفضول ده موجود على الإنسان وبعدين أنت عملت تورد في الدين لأنك أنت بتدرسه وتقرأه وتتعلمه وكلام من ده وتسمع الأراء وبتعمل كده فكل ما بتقرأ كل ما التفكير بيجي طب أنا عايز أفكر شوية طب ممكن أفكر التفكير النقد شوية ممكن أشغل دماغي فتقوله لا 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 عاوز بالله يا مقلب القلب ثبت خلبي على دير يا ولي الإسلامي والنبي يا رب والنبي يا رب مش عاوز أبقى هذا الشخص ابن الكلب الملحد النجس يا رب ابعد عني الأفكار دي تخيل أن أنا من سن المراقة لحد 27 سنة وأنا والنبي يا رب والنبي يا رب بدعاني الأفكار دي جيت في مرحلة لا بقى يعني عايز أقول لك حاجة يا رب قلت كده ما بين نفسي عايز أقول لك حاجة يا رب إي رأيك بقى أن أنا أنت هتعمل إيه يعني شور ما بتعوى اعمل يا عام مش مشكلة أنت لو عادل مش هتعمل كده لكن لو أنت مش عادل أنت بقى وزمتك يا عام يعني أمك بقى يعني معلش يعني بس أنا ما قلتش كده ساعتها يعني ما كدش بس ما كنش إيه الأدب ساعتكو ديسي مؤدب فقلت بقى إيه لا يعني إيه بص يا رب إيه أنا إيه وأنت عادل أكيد يعني قلت كده يعني في نفسي يعني وكنت بكلم ربنا وأنا صامت يعني ما قدرش رفت حبقي زي دلوقتي يعني دماغي كده حوار مبيني ومبين ربنا في صامت يعني سبحانك بقى يعني أنا هفكر بعد إذنك بعد إذنك مش مستني إذنه أنا ومش يا مقلب الخلوب بقى ثبت قلبي على دينك وكلام ده قلنا كتير أنا كنت بروح حج مخصوص وطلع دين أمي نفسي وأفضل يوم عارفة كله جاثيا على ركباتي ورفع إيدي للسماء كده 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 هو حرفيا باطي باين ورفع إيدي عمال أقول يا مقلب الخلوب ثبت خلبي بعد كده كده كفاية يا مقلب الخلوب ثبت خلبي بعد يلا بنا نفكر بقى والتفكير ما توقفش وما عدتش سنة ولا بتاع أفكر ما لقلتلك هي العملية كلها ده التفكير قعد أسبوع أسبوعين بالكتير نسب كل المعتقدات بتاع السنين في سوالي لأن انت هي معتخدات ايه وانت أصلا بني معتخداتك ديت على معادلات فيزي فيزي ولا ده هي مبنية على حدثنا فلان عن خريان عن زرطان عن هبلان عن كذا أن الأهبل مش عارف عليه الصلاة والسلام قال إن ربنا قاعد على الكرسي والكرسي يجاهلينه ثمن أملاك أو عال بيقولوا ويحتوثين على المية والجن بيطلع يسس عليهم والشوف بترميهم عشان ما يتجسسوش في ناس بتسمع تروح تقول الناس تحت ومش عارف إيه ونتطوا على دي وقاتله دول ونهبه دول وعملا دول يعني فيلم بايز فيلم حمضاء من الأساس فأنت بمجرد ما تسمح لنفسك بالتفكير خلاص خلاص كل سنة وانت طيب بس الفكرة ان انت توصل لمرحات ان انت تسمح لنفسك بالتفكير يعني انا كنت بروح لمشايخ كبار معروفين في البلد كبار مشهورين يعني اشهر المشايخ في البلد كانوا يقولوا يا احنا مش عاوزين نسمع اكتر من كده من كتر الخوف يعني ناس بيشار لهم بالبنان